بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أيامكم سعيدة بحلول ولادتي الإمام محمد بن علي الجوى سلام الله عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيارته والحصول على شفاعته إن شاء الله تعالى رواية يرؤيها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتابه القيم في مصباح المتهجد فيقول الساعة التاسعة من كل يوم هي خاصة لمولانا الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام متى هي الساعة التاسعة من صلاة العصر إلى أن تمضي ساعتين أو تمضي ساعتين من صلاة العصر إلى أن تمضي ساعتين يعني بيش صلاة العصر بيش الساعة تحسب وراها ساعتين هنا يكون محل الإجابة وهذه الساعة المختصة للإمام الجواد عليه السلام والإمام الجواد يسمعك في هذه الساعة ويقضي لك حوائجك الدعاء ما هو تقول يا من دعاه المصطرون فأجابهم والتجى إليه الخائفون فآمنهم وعبده الطائعون فشكرهم وشكره المؤمنون فحباهم وأطاعوه فعصمهم وسألوه ماذا وسألوه فأعطاهم ونسوا نعمته فلم يخلي شكره من قلوبهم وامتنى عليهم فلم يجعل اسمه منسيا عندهم أسألك بحق محمد بن علي عليهم السلام حجتك البالغة ونعمتك السابغة ومحجتك الواضحة وأقدمهم بين يدي أو عفوا وأقدمهم بين يدي حوائجي أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تفعل به كذا وكذا وتطلب حاجتك فإنها مقضية حتما وقطعا إن شاء الله تعالى فثق بالله وتوكل على الله فمن وثق بالله راه السرور ومن توكل على الله كفاه الأمور وما خاب من تمسك بهم وأمن من لجا إليهم برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام